موسيقى اعزائي المشاهدين مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحقيقة قامت الولايات المتحدة الامريكية مؤخرا بدعم اسطولها البحري الخامس المتواجد في منطقة الشرق الاوسط بارسال قطعتين بحريتين وثلاثة الاف جندي هذا التعزيز يأتي كدعم للقوة الرئيسية الموجودة في المنطقة والمؤلفة من حاملة طائرات وسبع عشر قطعة بحرية والعديد من الطائرات الحربية والعمودية وقال الاسطول الخامس بان هذا التعزيز يأتي كجزء من خطة امريكية لتخفيف التوترات الناجمة عن مضايقات ايران ومصادرتها السفنة في الخليج بحسب قوله من جهتها انتقدت ايران هذه التعزيزات واكدت بان دول المنطقة هي الاقدر على حماية امنها واكدت على استعدادها للرد على اي استفزازات امريكية محتملة في الخليج ما دواعي التوجه الامريكي لتعزيز اسطوله في الشرق الاوسط وما هي حقيقة التوتر بين واشنطن وطهران بسبب تلك التعزيزات هذه الاسئلة وغيرها اطرحها على ضيفي في الاستوديو المحلل السياسي نظير الكندوري مرحبا بك يا استاذ نظير حياك الله استاذ رهي محير الله مشاهدي قناتكم الكريمة بداية ما حقيقة هذه التوترات هل هي فعلا حقيقية ام انها اكذوبة ام انها مجرد كلام والله من قابل الصدف واذا يعني ابحث بالنت على نفس هذا الموضوع ظهرت لي تغريدة لي شخصيا في 2018 كان ايضا هناك تعزيز لقوات امريكية في الخليج وكان هناك ردا ايرانيا قال سنتعامل مع القوات الامريكية كما تعاملنا معها سابقا حينما اسرنا جنودا امريكان وجنودا بريطانيين وهذا فعلا ما حدث قبلها بفترة لذلك يعني انا لا اعتقد بان التعزيز الحالي الامريكي في الخليج سوف يكون هناك خطورة كبيرة جدا على النفوذ الايراني المتواجد اصلا في الخليج وهي ستكون حالها حال التعزيزات السابقة لكن هي لها رسائل ان شئت نتكلم فيها ونفصل في هذا الموضوع نعم هذه التعزيزات للأسطول الخامس هل هي فعلا تعزيزات ام انها حشد جديد لقوة جديدة في الشرق الاوسط يعني في حقيقة الامر اذا ما نظرنا له عسكريا ما يقوله المحلينين العسكريون حول هذا الموضوع ويقبولون بان في الاصل موجود هناك أسطول امريكي الخامس يعني قيادة هذا الاصطول موجودة في البحرين بمعنى في الخليج وهو اسطول معزز بقوات كبيرة من القطع البحرية وهذه التعزيزات التي جاءت لا تمثل الا زيادة بسيطة في اعداد قوات هذا الاصطول ولكنها لا ترتقي لأنه يمكن ان نعتبره تمهيدا لشن حرب ممكن حرب بحرية ضد الايرانيين او يعني اصابة الجهد البحري العسكري الايراني بحالة شلل انما هو تعزيز فقط وله رسائل سياسية اكثر مما هي عسكرية ضد الجانب الايراني نعم هذا بالنسبة للقطع البحرية ولكن هناك ثلاثة الاف جندي اضافة للثلاثة الاف الموجودين اصلا هناك مضاعفة في رقم الجنود استاذ نظير نعم أنا استغربت ايضا من انه هناك تعزيز لقوات المشات البحرية لوجلبهم الى المنطقة ولكن فسره بعض القادة العسكريين الامريكان وقال باننا نقدم مقترحا للسفن الخاصة يعني وليست السفن الامريكية او السفن اللي تابع للدول المتحالفة مع الولايات المتحدة بانها تعرض عليهم بان يرتقي الجنود الامريكان على هذه السفن حين دخولها الى الخليج العربي وحين خروجها من الخليج العربي للحيلولة دون فعل ايران عملية قرصنة ضد هذه الناقلات نفط او ناقلات تجارية تقصد السفن التجارية ان تم تعزيز الاسطول الخمس بهذا العدل من الجنود لتغطية هذا الامر في مضيق هرمز نعم نعم بالذات يعني مضيق هرمز وكذلك المياه الخليج كاملة يكون هناك جنود متواجدين على ظهر هذه السفن للحيلولة دون ان تتم عملية قرصنة ايرانية ضد هذه السفن التجارية سواء ناقلات نفط او سفن تجارية عامة اذا لديكم اي فكرة عن هذا الموضوع هل هذا الامر قانوني وهل يتم بطلب من السفن التجارية ام انه سيتم اجبارها على ادخال الجنود الامريكان الى ناقلات المفط طبعا نوه القادة الامريكان هم يعني يراعون هذا الموضوع وقال اننا لا نستطيع ان نجعل جنودنا يرتقون الى تلك السفن بالاجبار لان كثير من هذه السفن هي سفن تابعة لشركات خاصة لكن اذا ما طلب من عندنا هذا الشيء فسنفعله وانا برأيي الشخصي اعتقد ان هذه السفن وهذه الشركات ستطلب من القوات الامريكية بحمايتها عن طريق جنود المارينز لماذا؟ لانها لا تريد ان تكون سببا في رفع تأمينات على هذه السفن اذا ما حدثت عمليات قرصنة ايرانية كثيرة وهي خدمة مجانية تقدمها القوات الامريكية فلماذا ترفض؟ انا اعتقد هذا الامر سيتم هي بمجرد ذكر امريكا او الولايات المتحدة بان هذا الدعم لحماية او للحد من انتهاكات واعتراض ايران للسفن الحربية من المؤكد ان يتم طلب الشركات التجارية كما تفضلت بذلك لانه تقمت بنوع من الدعاية بان ايران سوف تقوم بالاستيلة على تلك السفن نعم هي من ناحية ايضا سياسية تعزيز الفكرة على ان من يقوم بخلق حالة عدم امان في الخليج هي ايران ومن يقوم بحماية هذه السفن وطرق الملاحة هي الولايات المتحدة وبالتالي هناك ضرب ايضا لجانب اخر كون ان هناك دول ايضا كبرى عقدت اتفاقيات مع بعض الدول الخليجية ولكنها لم ترتقي الى ان ترسل قوات لحماية التجارة في هذا الخليج وانا اقصد هنا صين يعني هذا يعزز بان الولايات المتحدة لم تنسحب من المنطقة وانها قادرة على ان تكون حامية للملاحة في الخليج وندرك نحن اهمية الخليج بالنسبة للعالم الغربي بل حتى العالم الشرقي حيث ان 20% من الصادرات النفطية هي تخرج من هذه المنطقة واي خلل امني سوف يرفع اسعار النفط الى درجة لا يتحمل الغرب وكذلك يصب في مصلحة روسيا كونها هي احدى اكبر منتجي هذه المادة وبالتالي هنا نرى ان هناك مصداقية للجانب الامريكي بينما لا توجد هناك مصداقية للجانب الصيني الذي لم نرى له اي قطعة عسكرية متواجدة في الخليج ايران قالت عند اعتراضها على هذه التعزيزات ان الدول المنطقة هي الاجدر بحماية امنها هذا نفس الخطاب الذي عادة ما تقوله وهي تقصد نفسها ولا تقصد بانها سيكون هناك قوة مؤلفة من دول الخليج مجتمعة بضمنها ايران انما هي تقصد نفسها وتقدم نفسها للدول الخليج الباقية باني انا الشرطي القادر على حماية تجارتكم بدلا من ان تعتمدوا على الولايات المتحدة فهذا الخطاب معروف وكنا نسمعه سابقا هل تستطيع دول الخليج حماية امنها في هذه المنطقة؟ اعتقد انها لا تستطيع ذلك والدليل على ان هناك كثير من الحوادث التي حصلت ولم تعلن ايران صراحة على انها فعلتها يعني مثلا ضربت شركة ارامكو ضرب بعض السفن التجارية عند الموانئ الاماراتية وكثير من السفن كانت تعمل قوات الايرانية قرصن عليها ولم يكن له رادع يعني وبالتالي فان الدول العربية او نقول الضفة الغربية من الخليج العربي غير قادرة على حماية تجارتها الحيوية في منطقة الخليج استاذ نظير ما ضرورة وجود امريكا في هذه المنطقة؟ هنا يعني اريد ان افصل في شيء اخر يعني ربما ان الولايات المتحدة تعمل مشاغلة في منطقة ما ولكن الهدف في منطقة اخرى والحديث الان يكثر على ان الولايات المتحدة لديها نية او هناك بوادر لعمل عسكري حقيقي على الاراضي السورية وبالتحديد على الحدود العراقية السورية لقطع الطريق البري على ايران الذي يمتد من داخل الاراضي ايرانية ومرورا بالعراق ثم سوريا ولبنان وهذا طريق حيوي بالنسبة لايران وميليشياتها لانه طريق لوجستي يتم تعزيز ميليشياتها بالسلاح وبالدعم بكافة جوانبه من خلال هذا الطريق البري ولكن اذا ما فعلا نفذت ما تريد الولايات المتحدة في هذه المنطقة اين سيكون الرد الايراني على هذا الفعل ايران لا تستطيع يعني عبر ميليشياتها لا تستطيع ان تواجه القوات الامريكية في هذه المنطقة ولا تستطيع بريا ان تفعل شيء لها ولكن من الممكن ان تعمل اشياء في الخليج من خلال يعني لو قرصنوا ناقلتين او ثلاث ناقلات من النفط سوف ترتفع اسعار النفط الى درجة ستعزز اقتصاد روسيا وتضرب اقتصاديات الغرب وهذا مؤلم بالنسبة للولايات المتحدة لذلك هي عززت تواجدها في الخليج للحيلولة دون ان تقدم ايران على مثل هكذا فعل وهي بالحقيقة تريد ان تنجح امليتها في قطع الطريق عليها عبر الحدود السورية العراقية لا